الطاقة العامة البرج الثور بالفترة الحالية يعني اشوفك انت طلعت لك طاقة بانتور انت نوعا ما بهاي الفترة اللي عدت وحتى الفترة اللي راح تجي الطاقة راح تستمر وياك شوية اشوف عندك اعادة سيطرة على امورك بصورة عامة بالحياة على حياتك اكو عندك اعادة توازن اكو عندك سلطة اكو عندك سيطرة على الامور ده تحاول تسيطر على هواي امور بهاي الفترة وعندك نجاح طبعا بيها لبعض مرعدكم اشوف عندك طاقة تعناد على الصعيد العاطفي اكو طاقة تعناد اكو طاقة سيطرة اكو شخص اشوف ارحل من حياتك بهاي الفترة صار الفترة انسحب من حياتك فجأة طلع من عدها بدون مبررات هذا الشخص ممكن ان تكون شانت عندك اوهام اتجاه شكوك قلق شوف هذا الشخص انكشف على حقيقته او راح ينكشف به اكو خبر راح يصير بخصوص شخص طلع من حياتك فجأة بدون مبررات هذا الشخص اني شوف علاقتك بي كانت بي هنوع دائما من تبادل الاتهامات سواء منك او منه دائما كان اكو اتهامات ببيناتكم من الطرفين عدم ثقة موجودة ببيناتكم همينة اكو شكوك ومخاوف عندك اتجاه هذا الشخص شوف عندك اكو خبر يصير عندك وضوح او راح يصير التواصل بينك وبين هذا الشخص التواصل راح يكون بي صراحة اكو كلام متبادل راح يكون هنا ببيناتكم موجود اكو صراحة اكو كلام اكو قرار راح تتخذ انه تقطع هذا الشخص من حياتك تماما من بعد انسحاب المفاجئ وهذا الشي كان مسبب لك قلقة مسبب لك تعب اشوف انت بالفترة الحالية عندك قاعد يعني يقول قاعد الترقب انت مترقب الامور قاعد تحاول توزن الامور تباوع من بعيد صاير عندك بعد نظر اكو وجهات نظر جديدة قاعد بلشت تفتح عندك بهاي الفترة بصورة عامة اشوف اكو راح يصير عندك وضوح بخصوص هذا الموضوع اللي يشاغلك صار لفترة ممكن يكون بخصوص شخص اختفاع شخص من حياتك ومغيبة اشوف اكو عندك وضوح راح يصير اكو عندك تفاؤل راح يرجع لحياتك هذا الشخص اشوف كانت عنده نوع من الكذب والتلاعب والخداع طاقة الخداع بس هو انسحاب خاصة اذا كان هنا طالع يمي برج انا جاي يقول برج الحمل بس قلت الثور ممكن يكون هو نفس برجك من نفس برجك برج الثور او ممكن يكون برج الحمل وايضا هاي الورقة ترمز البرج الجديد فاي ان كان شخصا اللي تتعامله سواء كان طاقته ترابية مثلك او حتى طاقة نارية اكو وضوح راح يصير عندك بخصوص هذا الشخص موضوع صار لك فترة شاغلك هذا الموضوع قاعدة وايدة تفكر بيه كانت اكو عندك يعني اوهام وشكوك اتجاه اوهامك راح تتأكد اتشاف الامور استعادة للسيطرة على امورك بصورة عامة بهاي السنة راح تكون موجودة اكو عندك فرصة جديدة عمل جديد او حتى مبلغ مالي تنتظره صار لك فترة اشوف اكو فرصة مالية جديدة او عرض عمل هذا العرض راح يكون قوي جدا وراح يحسن من امورك المادية بصورة كبيرة ان شاء الله الايس هي تعني يعني ورقة البدايات وايضا انا ما هي اول ورقة ومن ان اذا اقلب الاوراق طفرة تلكم فاعدكم تواصل يخص فرصة عمل جديدة او مبلغ مالي تواصل صار لكم فترة منتظرينه راح يتم هذا التواصل بينك وبين هذا الشخص اذا تنتظره او حتى ممكن يكون هذا التواصل مفاجئ وراح تجيك يعني فرصة عمل حلوة اشوفها اليك فرصة عمل كلها خير بداية رزق جديد ان شاء الله او حتى مبلغ مالي تنتظره البعض منكم ممكن يكون كان منتظر مبلغ مالي عد شخص اشوف هذا المبلغ ان شاء الله راح تسترده فحجينا على الطاقة العامة خلينا هسا نبلش نقرأ بصورة بالتفاصيل اكثر على الصعيد العملي مثل ما قلت لكم هنا انا طارعت لكم ورقة البداية عندك ايس بايس الايس المادية وهنا ايضا ايس ثانية بالعمل عندك بداية جديدة عندك عمل جديد اكو هذا العمل راح يغير من حياتك تماما ان شاء الله بهاي سنة راح يخليك تستعيد سيطرتك على امورك المالية من بعد تعب ومسئوليات وحمل وكانت اوضاعك المالية كل شيء متعب العمل اللي تشنت بيه كان متعب جدا ممكن يكون عندك هنا هاي ايضا تعني ورقة التنقل ممكن يصر عندك انتقال بالعمل من عمل الى اخر طبعا ممكن تكون نفس هاي الفرصة اللي قلت لكم عنها بالبداية اللي اجتكم بداية السنة هاي الكلام اللي اقوله هذا راح يكون بداية السنة فاشوف بداية السنة عندك عمل جديد راح تبلش عمل جديد العمل ممكن يكون بيه تعب شوية مجهود ولكن العائد مالتها مرضي لانه اشوف امورك المالية راح في تحسن ملحوظ اكو تحسن ملحوظ بيها وراح يصير عندك نوع من استعادة السيطرة على امورك المالية من بعد فترة مريت بيها بازمات مالية هواية امورك المالية كانت متعبة الناس اللي اللي كانوا حتى ما يشتغلون اشوف اكو فرصة عمل جديدة لهم راح تبلش من بداية السنة راح تكون موجودة والعمل هذا راح يكون بخير اليك وبتحسن راح ينقلك من مكان الى مكان هذا العمل بعض منكم عند انتقال بالعمل من مرحلة يعني شو من المرتبة الى مرتبة اعلى سواء كانت ترقية اذا تشونت منتظر ترقية اشوف هاي الترقية موجودة ان شاء الله بداية السنة البعض منكم ممكن يكون راح تجي فرصة عمل بس هاي فرصة العمل راح تكون بها تنقل من مكان المكان او بها سفر ممكن تكون بغير مكان بغير دولة بغير محافظة او ممكن حتى التواصل يجيك من خارج دولة الشخص راح يساعدك بموضوع عمل اموركم المادية اشوفها كلش راح تتحسن بهاي السنة ان شاء الله من بدايتها لانه هي طاغية اساسا الطاقة الترابية اي طاقة المادة ما اخذح عيز من القراءة فاشوفوا بعض من عدكم عند انتقال من عمل العمل بعض منكم راح يترك عمل وينتقل العمل ثاني واعدكم يعني ترقيات بالعمل راح تبلش من بداية السنة ان شاء الله واكو بشارة حلوة الناس اللي منتظروا مبلغ مالي صار لها فترة اشوف المبلغ راح يوصل ان شاء الله بداية السنة همينا اما بالنسبة للوضع الصحي اشوف عندك شفاء من بعد مرحلتها اسم مريت بها كان عندك وضع مالي وضع العفو صحي طبعا طاقتك مالية كلها فقعد توصلني حتى من دا حتي قعد طلعي الطاقة المالية تفكيرك هواي تركيزك على الامور المادية راح يكون بهاي السنة بس ان شاء الله اكون تحسن بالنسبة للوضع الصحي اشوف عندك شفاء من بعد ازمة مريت بها ازمة صحية كانت موجودة متعبتك ممكن تكون بالاقدام البعض من عندكم كانت عندها مشكلة بالاقدام اشوف اكو عندك استعادة الامور يعني استعادة للصحة امورك صحية اشوفها في تحسن ان شاء الله ملحوظ وعندك استعادة على سيطرة على الامور يعني صحتك بصورة عامة اشوفها زينا بس احضر شوي من المواضيع اللي تخص الرجلين والركبة يعني اذا كانت عندك مشكلة بها حاول انه تستشير طبيب بس الامور ما تخوف ان شاء الله الامور يعني تمر على خير بهاي الفترة بالنسبة للأوضاع العائلية اشوف اوضاعك العائلية ايضا راح تكون شوية عندك نوع من السيطرة عليها تسيطر عليها من بعض من عندكم كان عندها زعل بالعائلة وهي شخص من العائلة ممكن يكون الاب ممكن يكون الام او حتى ممكن تكون الزوجة او الزوج لانه هي هاي امور عائلية يعني هاي طاقة خاصة بالعائلة اشوف الامور ببناتكم راح تتحسن اكو تغييرات على الصعيد العائلي راح تكون موجودة عجلة الحظ وياكم تغييرات طبعا للاحسن لبعض من عندكم عند انتقال من منزل الى منزل اخر او حتى ممكن يكون سفرة عائلية راح تكون موجودة بس هنا موضوع يخص العائلة فاشوف اكو تحسن بالوضع العائلي اكو حلول هواية المشاكل كانت موجودة بالسابق ما اثر عليك انت وشخص موجود ايضا من العائلة وياك كانت بينك وبينه مشاكل بس اشوف اكو ترويض اكو مصالحات ان شاء الله راح تقدر انه تقنع هذا الشخص خاصة اذا كان اكو متزوجين بالاخص اذا كان اكو انفصال وكان اكو طرف من الطرفين معارض موضوع الرجوع اشوفك راح تستعد تسيطرة على امورك العائلية وراح تستقر عندك استقرار يعني الوضع العائلي باستقرار شوف ان شاء الله الامور راح تتحسن بينك وبين الناس بين العائلة المقربين من عندك اكو دا شوف عندك نوع من الصداقات الجديدة اكو اشخاص راح يدخلون بحياتك وراح تكون صداقات حلوة بهاي السنة ان شاء الله دولي الاشخاص اللي راح يدخلون حياتك اشوف انهما راح يساعدوك هواية بهواية امور مو بس كصداقات وانما راح يحسنون من اوضاعك يساعدوك يقدمولك المساعدات بهواية مجالات اما بالنسبة للوضع العاطفي البعض من عندكم كان مار بزعل بينه وبين الشريك طبعا هاي بالنسبة للمرتبطين او حتى المتزوجين كان اكو مشاكل اكو تجريح بالكلام ببيناتكم هذا الشي مسبب زعل عندك شوية كاسر خاطرك يعني الشريك اشوفك بس انت امراقبة بالفترة الحالية ومنتظر من عنده خبر ده اتباع وعله بكل حب منتظر انهما يجي منتظر مصالحات بيناتكم اكو ده اشوف مشكلة كانت صاير بيها التجريح بالكلام صاير بيها هجوم نوع من الهجومية سواء كان منك او من الشريك بس المصالحات موجودة البعض من عندكم ممكن كان صارت مشكلة بينكم وبيني وطلعتوا انتو الاثنين خسرانين من هاي العلاقة او حتى هاي المشكلة وزعل صار بس اكو مصالحات اشوفها ان شاء الله بالنسبة للناس اللي منفصلين اشوف انت مقيد بعدك مقيد بهاي الاوضاع اول شهرين من السنة راح تستمر مقيد نفسك ومنتظر رجوع الشخص اللي منفصل عنه رجوع الشريك بس الرجوع اشوفه متأخر راح هو يتأخر هوايا بعد وايضا انه انت اساسا بالتحديات اللي قدامك انه انت تنهي صفحة فالمنفصلين اللي منتظرين رجوع اشوفه الرجوع بيناتكم صعب عندك بدايات جديدة عندك عروض جديدة بالحب لا تحاول تقيد نفسك بهذا الشخص انت اشوف متقيد بالفترة الحالية بافكارك باوهامك بشكوكك فحاول انه تتحرر انت هنا عندك ورقة القيود وبالتحديات طالعت لك ورقة التحرر فانت لازم تتحرر من هاي العلاقة اللي مقيتك ومتعبتك صار لها هواية وانت منتظر رجوع وتريد ترجع انت عندك تعب عندك قلق عندك تفكير نفسيتك تعبانة اكل بعض منعدكم راح يعني يدخل مرحلة دبريشن شوي يعني اكتئاب بس اشوف الامور تتوازن بعدها تعدي ان شاء الله عندك فرص جديدة فحاول لتظل مقيد نفسك بهذا الشخص اه اطلع وجهات نظر يعني وجهات نظر جديدة اشوف اركز على شغلك اذا كان عندك شغل حاول انه تمدأ بدايات جديدة تفكر بشكل ايجابي ابعد هذا التفكير السلبي عنك المنفصلين اوضاعكم دا اشوفها كل شي يعني تعبانة وعدكم قلق وتفكير حاولوا انه تستعدون التوازن وتتفائلون و يقولون رب العالمين ما يستباب الا ما يفتح باب فانه هاي العلاقة القديمة الصفحة اللي موجودة تركوا هذا الشخص المتعب اللي دامني جرحكم بالكلام كان وعودة فارغة تركوا حاولوا تبدأون بداية جديدة ان شاء الله والبداية راح تكون بصالحكم بالنسبة للمنفصلين الرجوع دا اشوفها بالفترة الحالية معلق ماكو رجوع بس اكو بدايات جديدة اما بالنسبة للناس العزاب العزاب اشوف اكو تغييرات راح تصير بحياتكم اكو شخص راح يدخل حياتكم فجأة هذا الشخص راح يقلب حياتكم راح يقلب التوازن وعدكم ممكن هذا الشخص يكون من برج القوس او برج الاسد هنا انا برج القوس متكرر مرتين عندي وبرج الاسد ايضا هذا الشخص اشوفه راح يرجع التوازن يرجع التفاؤل لحياتكم راح يغير من حياتكم اكو شخص راح يدخل لحياتكم راح يغير لكم اياها راح تنميلي حياتكم حوب بدايات جديدة راح شوية اصرعتكم نوع من التفاؤل السعادة الداخلية هذا الشخص دخوله بحياتكم راح يكون مفرح جدا لكم وايضا راح يحسن من اوضاعكم بالنسبة للعزاب داعش هنا وحتى اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة وما دخلوا بعلاقة جديدة اشوف اكو علاقة جديدة راح تحسن الاوضاع راح تقلب موازينكم هاي العلاقة والعلاقة بها استقرار وعلاقة ممكن تتطور وتوصل الى زواج حتى بالنسبة للمرتبطين اشوف انه المرتبطين وبخصوص مواضيع الزواج والارتباط بداية السنة شوية راح الموضوع يتأخر بمماطلة راح يكون موضوع يعني معلق صار لفترة اشوف الارتباط بينكم ان شاء الله موجود ولكن ياخذ فترة مو بداية السنة نقول اول اربعة شهر من السنة الموضوع صعب بعدها الامور تبلش تدريجيا تتحسن يعني منها نهاية السنة ان شاء الله اشوف اكو لكم زواج بالنسبة لبعض من المرتبطين اللي صار لكم فترة امركم معلق وانتو بلشتوا اصلا تيأسون من الموضوع موضوع الارتباط ولكن راح يصير فجأة هذا الارتباط البعض منكم ده اشوف اسلم امره يعني رب العالمين وقال هو اللي يصير يصير فهذا الشي صحيح توكلوا على الله وتركوا اموركم والامور ان شاء الله تتحسن ماكو شي يضل على حاله بالنسبة للمرتبطين البعض من عيدكم قلت لكم لو شوفوا الامر شوية معلق موضوع الارتباط بالفترة الحالية ولكن يتأخر وبعدها يتم ان شاء الله وحصنا مغمنا المترجم للقناة ها